نعم أحمد نحن الآن متواجدون عند منطقة وقوع العملية الغربي مدينة رمالة أي بين بلدات دير بزيع والجانية وراس كركر والمناطق الأخرى غربي مدينة رمالة قبل قليل تم الإعلان عن استشهاد منفذ العملية التي استمر بالاشتباك مع قوات من جيش الاحتلال ما يقارب أربعة ساعات ونصف وهذا الاشتباك لا زال مستمر في نهاية المطاف لم يستطع جيش الاحتلال الوصول إليه عن طريق القوات الراجلة أو القوات الخاصة التي لم تستطع الوصول استخدمت إسرائيل طائرة مروحية لا زالت حتى الآن تحلق في هذا المكان من نوع أباتشي قامت بإطلاق صاروخ واحد على الأقل أدى إلى استشهاد هذا المنفذ أو تحييد هذا المنفذ حسب المصطلح الذي يتم استخدامه إسرائيليا بكل الأحوال هناك أربعة من المصابين من المستوطنين الإسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بحالة الموت السريري نقل إلى مستشفى بنلسون داخل الخط الأخضر لتلقي العلاج فيما الإصابات الأخرى نقلت إلى مستشفيات أخرى داخل الخط الأخضر بكل الأحوال نحن نشهد طوق أمني شديد ومكثف على محيط منطقة غرب رام الله في هذه الأثناء مع تواجد مكثف للجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة الإسرائيلية المركبات العسكرية لازلنا نلحظها وأيضا منع المستوطنون في مستوطنات تلمون ومستوطنات تجمع ماتي بن يمين من الخروج أو التنقل خشية من وجود مسلحين الطائرة الحربية الآن لازالت حتى الآن تقوم بعمليات تمشيط في السماء تعطي معلومات حية ومباشرة للجنود العاملين في الميدان على الأرض ربما هناك خشية من أن يكون هناك عبوات ناسفة لذلك قد يلجأ الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات إلى استخدام قوة من وحدات الهندسة الخاصة بالمتفجرات للوصول إلى منطقة استشهاد هذا الشاب وفحص المكان بكل الأحوال ولكن في الصورة أمامنا هذا التقاطع الطرق الذي يربط مستوطنات ماتي بن يمين مستوطنات إسرائيلية مختلفة آلاف المستوطنين يعيشون في منطقة غرب رام الله يعني يسلكون هذا الشارع على وجه التحديد هذا الشارع أيضا يسلكه الفلسطينيون على حد سواه ولكن بعد أحداث السابع من أكتوبر أغلقت إسرائيل هذا الشارع في وجه الفلسطينيين ومنعت تنقلهم على الإطلاق مما دفع الفلسطينيين إلى سلوك طرق وعرة وبعيدة للغاية وأزمات خانقة تسبب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالي ثلاثة إلى أربعة أسابيع قررت إسرائيل عادة فتح الشارع ولكن يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الجمعة تبدأ عند الساعة السادسة مساء وينتهي عند الساعة ساعات الصباح الأولى من صباح ذات اليوم بكل الأحوال أيضا يعني بعد أن فتحت الطريق ربما وجد هذا الفلسطيني الذي تسلل ووصل إلى منطقة جبلية وعرة مكانا حيث رصد حافلة إسرائيلية للمستوطنين أطلق النار صوبة الحافلة مما أدى إلى إصابة أربعة مستوطنين على الأقل لكن بيان الجيش الإسرائيلي قبل قليل الذي صدره وينفي وجود أي من المصابين الإسرائيليين ويقول لا يوجد إصابات في هذه العملية لكن أيضا شاهدنا الصور ومقاطع الفيديو التي وردت من هناك يدل على أن طائرة الهولوكابتر الأخرى التي وصلت لنقل الجرحة ومركبات الإسعاف الإسرائيلية التي وصلت تدل على أن عدد من الجرحة وقع في المكان إضافة أيضا إلى إعلان الإعلام الإسرائيلي والقنوات الإسرائيلية عن إصابات في صفوف المستوطنين على وجه التحديد بكل الأحوال أحمد إذا ما نظرنا إلى هذه التجمعات الاستيطانية التي أصلا تكون واضحة أمامنا هي مقسمة إلى مجموعات عندما كان يتم الإعلان عن تجميد البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية وقت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما قبل عام 2014 كان يتم الإعلان عن تجميد البناء الاستيطاني في منطقة ماتي بن يمين ولكن هذه التجمعات التي تأتي من منطقة شرق رمالله حتى منطقة الغرب لم يتوقف فيها الاستيطان كانت هذه المستوطنة قسمت إلى تلمون ألف، تلمون با، تلمون جيم، تلمون دال بمعنى أن إسرائيل كانت تعلن عن وقف البناء في منطقة تلمون ألف ويتستمر في بناء تلمون بالي، ذلك نشهد هذا التوسع على الاستيطان الذي سيطر على كامل المنطقة في غرب مدينة رمالله بكل الأحوال أحمد لازلنا نتحدث عن إغلاق كامل للمنطقة لازلنا نتحدث عن عملية ربما كانت نوعية نوعا ما من حيث شكل التنفيذ ومن حيث المنفذين بعض الكاميرات المراقبة التي أتت بصورة المنفذ هي بعيدة جدا وذات مسافة كبيرة جدا استطاعت إسرائيل من خلال شبكات الكاميرات التي نصبتها عبر الطرق أو عبر رؤوس الجبال والتي تكشف فيها المنطقة بشكل كامل أن تحدد بصورة واضحة المنفذ وحتى هوية المنفذ ومكان تواجده على وجه التحديد بعد ذلك عندما أتت طائرة الهولوكابتر الإسرائيلية قامت بإطلاق أسلحة رشاشة وبعد ذلك حالة لم يتمكن الجيش من الوصول إلى المنفذ تم إطلاق صاروخ باتجاه المنفذ مما أدى إلى استشادي على وجه التحديد لكن في هذه اللحظات يتم الوصول ومحاولة الوصول إلى جثمان المنفذ من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أيضا سيقوم باحتجاز جثمان هذا المنفذ وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية بعد انتهاء هذه العملية المرحلة الثانية أحمد تتمثل في قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام منزل المنفذ تنفيذ عملية اعتقال واضحة ربما يكون المنفذ من منطقة ديربزيع أو من مناطق فلسطينية أخرى كمنطقتين الجانية وراس كركر أو غيرها من المناطق الفلسطينية بحكم أن المنفذ يعرف طبيعة المنطقة بشكل جيد جدا ويحفظ المنطقة عن ظهر قلب لذلك هامش المناورة بالنسبة لهذا المنفذ كان كبيرا جدا خصوصا بأننا نتحدث عن أربعة ساعات ونصف لم يستطع جيش الاحتلال للوصول إلى هذا المنفذ واستمر بإطلاق الرصاص تجاه الجيش وتجاه القوات الخاصة الإسرائيلية أيضا إحدى المقاطع المصورة التي وردتنا أظهرت كيف الجيش اتعرض لإطلاق نار مما اضطره إلى الاختباء والانسحاب بصورة سريعة جدا بعد دواب الكبير من إطلاق النار لكن أيضا الصور التي بثال علام الإسرائيلي قبل قليل أثبتت وتدل على أن هذا الشاب كان يحمل جعبة وهناك ربما عدد من المخازن الذخيرة متوفرة لديه إضافة ربما إلى عتاد عسكري كامل ومتكامل تمكنه من الاستمرار بالاشتباك لفترة طويلة ولكن بكل الأحوال لا يوجد حركة على الإطلاق للمستوطنين في هذه اللحظات عند هذا الشوارع من المتوقع أن يسار إلى فتح الشارع الرئيسي بعد حوالي ساعات لربما ولكن لازلنا نستمع إلى طائرة الهولوكابتر تحلق في المكان الطائرة المروحية تحلق في المكان في منطقة غربي رمالة تقوم بالاستطلاع والاستكشاف قبل قليل دخل جيش الاحتلال إلى عمق بلدة دير بزيع في المنطقة الأخرى في محاولة أيضا للوصول من جهة أخرى إلى جثمان هذا المنفذ قد نشهد فعليا بعد قليل مصادرة وإحتجاز جثمان المنفذ وربما ستبدأ المرحلة الأخرى بعد قليل من خلال الدفع بتعزيزات الاقتحام منطقة المنطقة التي خرج منها منفذ العملية بكل الأحوال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر